اهدى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل فوز الفرس كوميشنينج بالمركز الاول ضمن فئة السباق الاولى في مضمار نيو ماركت بالمملكة المتحدة لسباق الخيل الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله واكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة الحرص على مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين من خلال المشاركات الاقليمية والدولية وتحقيق النجاحات فيها التي تنعكس على رفعتها دوما مؤكدا ان مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا برياضة الفروسية وسبقات الخيل مما عزز من تواجدها على خارطة رياضات الخيل العالمية وذلك في ظل ما تحظى به رياضة سبقات الخيل والفروسية من اهتمام ودعم من لدن جلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله كما اهدى سموه هذا الفوز الكبير ايضا الى سمو الشيخ عبدالله بن عيسى بن سلمان الخليفة الرئيس الفخري لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل واشار سموه الى ان فوز الفرس كوميشنينغ التي تندرج ضمن انتاج البحرين لملاكها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبدالله بن عيسى بن سلمان الخليفة بالمركز الاول ضمن فئة السباق الاولى في مضمار نيو ماركت بالمملكة المتحدة لسباق الخيل يؤكد على ما تمتلكه المملكة من جياد فريدة والتي تأتي بفضل الحرص والرعاية والاهتمام بهذه الجياد المهجنة الاصيلة وشيدا بما تتمتع به المملكة من امكانيات وقدرات عالية وكوادر مؤهلة فيما يخص قطاع الخيل تعكس على الدوام الصورة المشرفة لمملكة البحرين وأكد سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة العمل على تطوير سباقات الخيل لتحقيق مزيد من الانجازات الرياضية التي تضاف لسلسلة النجاحات الرياضية البحرينية وشيدا سموه بالجهود التي تبدل من الجميع يذكر أن الفرسة كومشنينغ فازت بالمركز الاول ضمن فئة السباق الاولى في مضمار نيو ماركت بالمملكة المتحدة لسباق الخيل بمسافة 1600 متر للمدرب جون وثيدي جوزدن والفارس روبرت هافلن